المؤسسات الأممية أن تأخذ دورها أيضا في حماية الدول وفق لمثاق الأمم المتحدة أنا أعتقد أن العراق والحكومة العراقية هي نجحت إلى حد ما خلال هذه السنة التي تعيش فيها المنطقة على شفا حفرة من نار سطعنا أن نحيد العراق وأن نسحب من الدائرة التي يكون هو في وسط فيها في وسط الصراع حيتنا إلى مساعدة أمريكية بالتأكيد بالتالي الأمريكان هم قالوا في لقاءاتنا والتي تمخضت عنها الاتفاقية الأمنية والاتفاق الثنائي أنه قلت شركاء وإحنا متشلبنا بهذه الكلمة وقلنا أن على الشركاء وعلى الأصدقاء أن يساهموا ويساعدوا أصدقائهم وشركائهم وهناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي ما بين البلدين وهي تحتم على الولايات المتحدة الأمريكية في حماية العراق من أي اعتداء خارجي إذا ما طلب الطرف العراقي ذلك